موسيقى اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين في حلقة خاصة وجريمة اخرى ارتكبها داعش في شرق الوسط ضد ابنائنا وعوائلنا واهالينا الاشوريين والكلدان والمسيحين في الشرق الاوسط كلمة الله تقول او الرب يسوع المسيح قال بل تأتي ساعة فيها يظنوا كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله بل تأتي ساعة فيها يظنوا كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله عزائي المشاهدين بكل اسف سمعنا اليوم بانه جريمة جديدة اخرى ارتكبها داعش ضد المسيحين الابرياء في الشرق الاوسط واليوم لا زال داعش ولا زال الاجرام والارهاب الاسلامي يعمل ما يعمله ويستمر في هذه الانتهاكات للاقليات وخاصة المسيحيين وراح اقرأي بلغة السورة ما راني شو عمشيحا مير تتلميذ ديه قو يوحنا قيباليوند اشتاسر مير بد ما بلطي لوخون من كنشياث ديه وبد اثي ساعة كل ما نتقاط لوخون بتخاشوا دي المقروة قربانا تالها وهاكذا عزائي المشاهدين انه اليوم داعش تعدم وجبة اخرى من مسيحيا الشرق الاوسط من الاشورين اسلم تسلم وكما جبريلي تدامري شهادة انه لا اله الا الله ومحمد رسول الله امتنعوا امتنعوا ولهذا استشهدوا او قتلهم العدد الكل حاليا المأسورين بيد داعش في سوريا من الاشورين فقط هو حسب المعلومات 187 اسرة دا ينتظرون الموت معظمهم طبعا من النساء ومعظمهم من الاطفال يباعون كعبيد لكن عزائي المشاهدين خلونا ناخذ فيديو قصير عن هذا الخبر عن اعدام اول ثلاثة اشورين اليوم برصاص داعش من بلد التل تمر من قرية الجزيرة انا النصراني بسام عيسى ميشايل موليس تاو سبعين من قرية تل شمران تل تمر انا النصراني الاشوري عبد المسيح عزار ينوية موليد 1979 من قرية تل شبيران ناحية تل تمر انا النصراني الاشوري زي جورج الياء موليد 1988 من قرية تل شبيران ناحية تل تمر انا النصراني الاشوري وليمي وخنى ملحم ناحية تل تمر قرية تل شميران موليد 1964 انا النصراني الاشوري مارتين تمرس تمرس موليد 1966 قرية تل جزيرة نحن موجودين وبالعشرات نحن مصيرنا مصير هؤلاء إن لم تتخذوا الإجراءات المناسبة لفك أسرنا أدركون من المصير المحتوم نعم مع كل الأسف أنه عزيزي المشاهدين هكذا يبدو رصاص داعش ضد كل من هو بريء ضد كل من هو مسيحي ضد كل من لا يحب الشر والثلاثة الآخرين اللي شفتوهم لابسين بالبدلة البرتقالية ذلك يعني التهديد أنه إذا أنتوا ما تستسلمون أنتوا أيضا رح يكون مصيركم مثل ما شفتو هؤلاء الثلاثة اللي أمامكم فمثل ما كنا أولا واحد من هذه الضحايا هو طبيب آشوري عبدالإسمع عبدالمسيح نوية شفنا أنه جبروهم أنه يقول أول مرة يبدي أنا النصراني كذا كذا من مواليد كذا كذا ومن مدينة كذا كذا رح نشوف هذا الفيديو بعد قليل أيضا أنا النصراني كذا كذا من مواليد كذا ومن مدينة كذا ثم يرمو من رأسه من الخلف برصاصة الغدر واحد من عندهم قلنا اسمه عبدالمسيح نوية الثاني بسام عصام ميخايل ثم بعدين هذولا الثلاثة اللي قاعدين جالسين خلف القتلى الثلاثة الآخرين هما زيا جورج إليا ووليام يوخنى ملحم ومارتن تمرس تمرس وأكو عشرة آخرين ينتظرون الموت في هذا المسلسل الدموي لداعش وإذا ما يعلنون الشهادة إذا ما يستسلمون يقبلون محمد نبيه أو رسولهم هؤلاء الشهداء الثلاثة طبعا رفضوا أن يقبلوا علامة الوحش والآن طبعا هؤلاء الثلاثة لم يلبسوا يعني لا يلبسوا الآن الملابس البرتقالية ولكنهم الآن لابسين الثياب البيض أمام عرش الله مع القديسيين مع شهداء آخرين للمسيح ومملؤين من فرح الروح القدس بس إخوان علينا مسؤولية نحن المسيحين في الغرب أو في الشرب علينا واجب واجبنا أن نصلي من أجلهم من أجل عوائلهم وأيضا أن ندعمهم وأن تدعمونا في مساعدة أحبائنا المسيحيين المفتهدين في الشرق الأوسط طبعا مسيحيين آخرين كثيرين يعانون من الاضطهاد الإسلامي في سوريا والعراق ساعدونا في دعمهم وإنقاذهم من قبضة الإسلام والاضطهاد الإسلامي صلاتنا أنه الرب يحمي شعبنا المسيحي في الشرق الأوسط وتستيقظ الكنيسة المسيحية في الغرب لكي ترى ما يعمله داعش والإسلاميين المتشددين أمثال داعش وجبهة النصرة وبوكو حرام في المسيحيين في أفريقيا وشرق الأوسط سنرى هذا الفيديو مرة ثانية أعزائي المشاهدين عن ما عمله داعش في إعدام إعدامات هي مستمرة لكن اليوم رح نشوف أنه هؤلاء الثلاثة الأبرياء الآشوريين في سوريا فضلوا من بلد التلتمر من قرية الجزيرة أنا النصراني بالسام عيسى مشايد مولي 1770 من قرية تلشمران تلتمر أنا النصراني الأشوري عبد المسيح عزار ينوية موليد 1979 من قرية تلتمر أنا النصراني الأشوري زي جورج إليا موليد 388 من قرية تلشبيران ناحية تلتمر نصراني الأشوري وليمي وخنى ملحم ناحية تلتمر قرية تلشمران موليد 1964 أنا النصراني الأشوري مارتين تمرس تمرس موليد 1960 قرية تلجزيرة نحن موجودين وبالعشرات نحن مصيرنا مصير هؤلاء إن لم تتخذوا الإجراءات المناسبة لفك أسرنا أدركون من المصير المحتوم شكرا لكم أخونا خنواتي وخفافي خزائن عزيزة صالوا نوشواتي دقاني وتقاني خنديلي دلعداما بل كده آله هذا وضعه جيبوثا وتاور السطانة وتاور داعش تدخلصي مشي حايدين وإيتاثا دين بشرط الأوسط من الظلم، ظلم كرما، ظلم السطانة، ظلم دنوية دقالة وشوكا نحن بشرط الأوسط